أحياكم الله ومشاهدين في أخباري الأندية لا تزال سوق انتدابات اللاعبين متواصلة تحسباً للموسم الجديد الذي سينطلق في الرابع والعشرين أوتا المقبل ففي آخر مستجدات اتحاد الحراش وقع صباح اليوم المهاجم إبراهيم بسحب عقداً مع الفريق مدته موسمين قادماً من ودات لمسان كما مدد اليوم المهاجم قدر بالجلال عقده مع فريقه شبيبة الصورة بتوقيعه لمدة عام واحد حسب ما أكده رئيس الفريق للزير تيفي وسيكون بإمكان هدف النادي البشري للموسم الماضي التنقل على شكل إعارة لأي ناد آخر خلال الموسم المقبل وهو الذي كان مطلوباً في العديد من الأندية من جانبه واصل فريق شباب قسنطينا انتدابه بالسعادة لعبه السابق محمد دحمان بعد تجربة احترافية بتركيا وتعاقده مع المهاجم السابق لشبيبة بيجاية المغترب زهير زرداب اللاعبان وقع أمس على عقد مدته موسمين قررت قبل قليل إدارة فريق مردية الجزائر فسخ عقد لعبها لزهر حاج عيسى الذي التحق بالفريق منتصف الموسم الماضي وذلك بعد مراجعة ملفه الطبي من قبل طاقم الطبي لنادي مردية الجزائر تأكد بشكل رسمي مساء اليوم غياب البطل الأولمبي تفق مخلوفي عن بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام بموسكو من العشر إلى الثامن عشر أوت المقبلة خضع إلى تحليل مخلوفي اليوم حيث أظهرت النتائج اليوم بفرنسا إصابته بالتهاب كفيدية بعده عن المسابقات منذ شهر الجوان الماضي ومن المنتظر أن يعود صاحب ذهبية العب لندن إلى المنافسات انطلاقاً من بطولة ستوكهولم إحدى محطات الدور المسي المقرر إقامته في الثالث والعشرين أوت المقبل قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف سيب بلاتير خلال مؤتمر صحفي في النمسا اليوم إن نهائيات كأس العالم 2022 يجب أن تعرف تغير في موعدها لتقام في أشهر الشتاء تنظيم المونديال خلال فصل الشتاء أرجعه بلاتير إلى درجة الحرارة المرتفعة في قطر خلال فصل الصيف حيث لمح أيضاً إلى قرب ترسيم هذا القرار مضيفاً بأن اللجنة التنفيذية في الفيفا ستقبل هذا الاقتراح ليتم معالجة الموضوع نهائياً هذا ودافع مرة أخرى عن قرار استضافة قطر لبطولة كأس العالم يجب أن تكون نهائيات كأس العالم مهرجاناً للناس ولكي تكون هكذا لا يمكن لعب كرة القدم في الصيف من الممكن تبريد الملاعب لكن لا يمكن تبريد قطر والجو سائد فيها لذلك يجب أن يكون المونديال خلال فصل الشتاء ليكتمل العرس العالمي في هذه الدولة العربية الجميلة سنصدر قرارنا النهائي بشأن ذلك في القريب العجل أكدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن دول الاتحاد الأوروبي لديها الحق في منع بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم على قنوات مشفرة مطالبة ببثها على قنوات مجانية وأشارت المحكمة إلى أن تشريعات الأوروبية تسمح للدول بمنع لبث الحصري للأحداث ذات أهمية كبرى لمجتمعاتها وذلك لأنه يحرم شريحة كبرى من الناس من فرصة مشاهدتها هذا واستأنف الاتحادان الدولي والأوروبي هذا القرار لكن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي رفضت اليوم الخميس الطعن المقدم لها جمد الاتحاد الدولي لكرة السلة لنشاطات اللعبة الأكثر شعبية في لبنان ومنع منتخبها الأول من المشاركة في كاسي آسيا 2013 المقررة في الفلبين مطلع الشهر المقبل وكانت مهارة الاتحاد الدولي لحل المشاكل الداخلية التي تهز أركان هيئة كرة السلة اللبنانية انتهت الجمعة الماضي فتم تجميد عضوية الاتحاد اللبناني واستبعاد المنتخب الوطني عن الألعاب الدولية قرار التجميد جاء أيضا على خلفية الفضائح المالية المتواصلة والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين والتي عصفت بمصداقيتها داخليا وخارجيا في صورة اليوم نأخذكم إلى لندن سباق تقليدي سنوي غريب يعتمد على القوة وقدرة التحمل سباق حمل أكاسي الصوف وبوزن يقارب 30 كيلو جرام لمسافات طويلة نتابع ختم الرياضة نهاية أسبوع موفقة سوف أفطركم وإلى اللقاء